الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا وكرما لديه من الأمور التي حذرنا منها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إذا حصل من الناس تفسد عليهم حياتهم ويعيشون في خراب ويعيشون في فوضى ويعيشون في انفلات وعدم أمن هذا الأمر الذي إذا حصل وانتشر بين الناس لا شك أن حياتهم ستكون في أسوأ ما يكون هذا الأمر كبيرة من كبائر الظنوب هذا الأمر يحاسب عليه الإنسان في قبره ويحاسب عليه أمام الله عز وجل هذا الأمر من شدة التحذير منه هو أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فيما يتعلق بحقوق الناس هذا الأمر هو حرمة الدماء الدماء التي انتهكت والتي بعض الناس يظن أن ليس لها حرمة وأنه يجوز ويحق له أن يعتدي وأن يفعل ويفعل وحتى أنه يعتدي على غيره ولو بكلمة حتى لو يحرض على غيره ولو بشطر كلمة تؤذى بها أقوام وتزهق بها أنفس وتقتل بها أرواح هذا الأمر الذي حذرنا منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر كبيرة من كبائر الذنوب هذا الأمر من الذنوب المهلكة من الذنوب الموبقة كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنب السبع الموبقات وعد منها وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق قتل النفس هذا مصيبة قتل النفس هذا كبيرة من كبائر الذنوب وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو على جبل عرفات وهو ينظر إلى الكعبة صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وهو يوصي الناس على أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم حرام عليهم كحرمة يومهم هذا في شهرهم هذا في بلدهم هذا كما قال صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء ليست للمسلم وحده لاعتداء على الغير أيا كان لونه أيا كان شكله أيا كان دينه وعقيدته حرمه الله عز وجل وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم فاعله بعقاب وعذاب شديد حتى قال صلى الله عليه وسلم ألا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة أربعين سنة هذا الأمر به تنتظم المجتمعات هذا الأمر به يتحقق الإيمان فلا إيمان في مكان الناس فيه خائفين فلا إيمان إلا وهذا الإيمان مقترن بالأمن فالأمن والإيمان متلازمان لا ينفصل أحدهما عن الآخر لذلك يقول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذا الأمر الأذى وحرمة الدماء يحرم علي أن أزهق دم غيري وأن أقتل نفسي جريمة الانتحار التي قد يفعلها بعض الناس ويظن أن له حرية لاختيار أن يقتل نفسه أو أن يبقي على نفسه متى أراد وأن يزهقها متى أراد جريمة نكراء حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن المنتحر كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة بل انتحار من كبائل الذنوب ذنب عظيم من الذنوب المهلكة ولا شك أن الذنوب المهلكة فيها قتل نفسي سواء هذه النفس نفسي أنا أو نفس غيري الأذى بصورة عامة حرمه الله عز وجل الضرر مرفوع في شريعة الإسلام فلا ضرر ولا ضرار كما قال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم هذا الضرر الذي قد يوقعه الإنسان على نفسه أو على غيره أو على أولاده هذا الأمر الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول سيدنا عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق حتى قال صلى الله عليه وسلم فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه هذا الأمر وإن كنا نتحدث عن القتل ونتحدث عن حرمة الاعتداء على الآخرين أيا كان لونهم وشكلهم ودينهم ومعتقدهم أمر حرمه الله عز وجل لكن يحدث هذا الأمر بصورة أخرى بصورة إن الإنسان قد يقتل أولاده بعض الناس قد يتعجب من هذا الأمر قتل الأولاد يحدث نعم يحدث حتى وإن كان بصورة غير مباشرة ننوه إلى هذا الشيء بالشيء يذكر إنك إن تركت أولادك وقصرت في حقهم وقصرت في تربيتهم وتعليمهم لا شك أنك بذلك تقتل روحا وتقتل نفسا بدون إزهاقي وبدون إذهابي هذه الروح إلا أنك تترك وتوجد إنسانا في مجتمع توجد إنسانا يضر الناس وتوجد إنسانا يؤذي غيره من البشر ولا شك أن ذلك أمر عظيم ولا شك أن الذي يحسن إلى أولاده ويحسن إليهم ويربيهم ويراعيهم ويعلمهم ثوابه عند الله عظيم هذا الأمر مسؤولية عظيمة تجاه الآخرين بصورة عامة فلا تؤذي غيرك وأحسن إلى الناس عموما أيا كان لونهم وعقيدتهم ودينهم وأيا كان شكل هؤلاء الناس لا تفرق بينهم في معاملة ولا تفرق بينهم في حسن تعامل ولا في خلق هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماءنا أجمعين وأن يحفظ لنا أوطاننا من كل شر ومن شر الأشرار ومن كيد الفجار اللهم آمين حفظ الله مصر وأهلها وشعبها وجيشها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته